اليوم تلعب المواجهة الكبيرة رغم الظروف الصعبة والتي من الممكن أيضاً أن تؤثر على مباراة اليوم كما نلاحظ أبطار غزيرة تسقط على أرضية الملعب ومع ذلك شيء رائع جداً الجنوني جداً بصراحة أن الجماهير تملأ المدرجات عشقها لكرة القدم محبتها لفريقها شغفها الكبير يدفعها إلى الحضور متحدية للطقس للأبطار للظروف الصعبة من أجل هذه المباراة الله على الرواع هنا في هذا الملعب أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة من أجل الخلق الأجواء المنزل لفريقية لفريقياً وراكلة البداية يلعب كورا طويلة ساديو مانيب عرضية من مانيب يخلص الكورا عن مراتك الخطر كورا كانت في منتها خطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله تغيير لعب على الأجناب لدي فرصة عرضية من الجانب تلعب الكورا إلى الأمام كايتا يلعبها طويلة وكورا ملعوبة إلى الأمام بسرعة كورا إلى الأمام ساقبال جميل من جانبي في أيروبا ميان وخالفة واضحة جدا ركلة حرة يحتسب الحكم الحكم يحتسب ركلة حرة على حافة المنطقة بدلا من داخلها ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار اندار شفايل الله كورا لم تبعد من شكل مطلوب لازلت خطيرة ساكا ميتلاند نايلز ضغط طوي وينجح في استعادته محمد صلاح يلعبها على اليمين محمد صلاح من سيستلم هذه التمريرة الطولية يتدخل يونهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريق ميتلاند نايلز ميتلاند نايلز كورا طويلة للأمام خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها فعبينه ساكب الله يا ولد شف الابداع شف اللمسة الحلوة شف الكرة الجميلة ميتلاند نايلز إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة ليفر بول كان محظوظة في الشوط الأول أنه شباكة لم تقبل أهداف لابد أن يغير الفريق من وضعيته من فلسفة من المستحيل استمرار الوضع هكذا وإلا ربما هدف مرمى في الطريق يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة تنتهي الهتمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة ميتلاند نايلز ميتلاند نايلز ميتلاند نايلز هندرسون روبيرتسون ويلعب هل الجانب الآخر من الملعب حمال صلاح كيتاب يا عيني على التمرير شوفوا الكرة وروعاتها كيتاب حتى أندرسون هدف مرتد الآن هندرسون ماني كيتاب يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب يتعثر ويفكو التوازن كيتاب يلعب هل الجانب عرنولد كورا ملعوبة إلى هندرسون موجود بعد الكورا فرصة هجوم معاكس يا إلهي ما أتمل هذه الكورا اللي يقدمونها الآن يلعبها لمنطقة الخطر فان دايك هندرسون خسر المواجهة أمام خصم هندرسون إذا صافرت نهاية المباراة تنتهى كل شيء والخيار الأخير سيكون ركلات الترجيح رغم الاندفاع البدني القوي لا داء الكبير لكن نتيجة لازالة صفر صفر مباراة صفر صفر أفضل من مئات المباريات في أهداف ما انتهى المباراة بدون فائز سنلجأ إلى ركلات الترجيح نلجأ إذن إلى ركلات الترجيح ركلات الحظ البعض يعتبرها موت بطيء كرويا سادي وماني يتقدم إلى منطقة الجزاء من أجل أن ينفذ الركل ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس يضع الكرة في المرمض يا لها من ثقا يا لها من إمكانيات كرة في المرمض الله على اللقطة وعلى تعلق حارس المرمض فرصة التقدم بفارق هدفين سددها على إسار حارس المرمض الفريق الضعف في الفارق الآن الآن يتقدم اللاعب الثاني يا سلام على براعة الحارس تصدي غير عادي للمرة الثانية تركيز رائع من حارس المرمض تصدي مدهش يتصدى لها الحارس حارس في منتأة التركيز ينقنها ببراغ تصدي غير عادي حارس ونكلف تألق الحارس في إنقاذ الكرة هذه ربما تكون كرة الفوز الآن قد يكتب التاريخ بأقدام روبيرتسن كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق لبرفول فازة بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة على الرغم من صعوبة المبارات نجح الفريق في الانتصار في النهاية كانت مبارات صعبة جداً عصيبة طويلة ودائما تكون ركلات الترجيح هي الطريقة الأصعب لإنهاء المبارات لكن أظن أنهم أبلوا بلاء حسناً بالسيطرة على عصابهم والفوز حانت لحظة الوداء اليوم شكراً لكم على حسن المتابعة هذه تحيات فادي العتيبي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر